بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيكم شباب عاملين ايه طبعا بإذن الله نرجع كده مراجع سريع مع بعض على النحو والبلاغ وشوية كده في الأدب ونقف كده عند بعض القواد اللي احنا كنا بنتكلم عنها في الترم ده طيب هناخد أول سؤال كده ليس للعلم بدائل بدائل تعرى بايه طيب بصوا يا شباب كده ليس للعلم بدائل كلمة بدائل اعرابها في الجملة دي لازم الأول أبص على الجملة طبعا ليس من الأفعال الناسخة من أخواتك هنا طيب وحنا عارفين ان الجملة لو بدأت الجملة الاسمية لو بدأت بالجر والمجرور يبقى المبتدأ بتاعها مؤخر فتقدير الجملة هنا ليس بدائل للعلم فإذن ليس ده الفعل الناسخ وبدائل ده اسم ليس مرفوع للعلم ده جر والمجرور طبعا خبر ليس فإذن اسم ليس مرفوع بالضمة ده الاختيار الصحيح رقم اثنين بناء الوطن هدف نبيل بناء اسم ممدود نوع همزته طبعا احنا عارفين ان نوع الهمزة يا أصلية يا منقلب عن أصل يا زائدة للتأنيس بناء الوطن هدف نبيل لو جينا نشوف كلمة بناء لو جينا الماضي منها بنا في حرف كلب عن أصله اللي هو الياء فإذن الهمزة هنا منقلب عن يا طيب ان الطالبيني نقط مكتهد خد بالك بقى هنا طالما كلمة مكتهد جاءت مفرد على عكس المبتدأ الموجودة واسم هنا اللي موجودة هعرف على طول ان هنا مش توكيد يعني كلمة كلا أو كلتا اللي هتوضع هنا مش هتكون تابعة لإسم إن فلما جي أقول ان الطالبين أقول ان الطالبين كلاهما مكتهد لان الخبر بتاع إنا هنا خبر جملة إسمية فلما جي أعرف بإن حرف ناسخ الطالبين يسم إنا وكلاهما مبتدأ مرفوع بالضم ومكتهد خبر والجملة الإسمية كلها كلاهما مكتهد في محل رفع خبر إنا طيب بقى كاب يقول لي الاسم المكسور من بين البدائل التالية طبعاً احنا عارفين ان الاسم المكسور الاسم اللي بيكون أخر وألف لازمة طبعاً مفتوح ما قبلها عندي ساعة ما تنفعش للأن هي فعل الرقي مدينفعش طبعاً لو لو السلسة ما نفعش يبقى لإختار الصحيح يا مصطفى دا اسم مكسور اسم أخر وألف لازمة مفتوح ما قبلها طيب ما حضر من الطلابي إلا طالب طبعاً دا الاستثناء هنا لو شينا ماء وقواة إلا حضر من الطلاب طالب احنا عارفين لو اسلوب الاستثناء بدأ بنفي على طول لازم اعمل ايه هشي الماء واشي الاله هشي العادات النفي واشي العادات الاستثناء حضر من الطلاب طالب معنى تم يبقى ده نرقص منف يبقى حضر من الطلاب طالب مين اللي حضر الطالب ولا حضر يبقى ده فاعل مرفوع بالضمة كافأة المعلمة تلاميذها غيرت الميذين غير وسوى بياخدوا نفس حكم يعراب المستثناء باله اللي بعدهم بتعريب مضافي ليه لكن هي بتاخد نفس حكم المستثناء بإلا فلما اجاول كافأة المعلمة تلاميذها ده اسلوب الاستثناء هنا تام مسبت واسلوب الاستثناء تام مسبت بيكون واجب ليه النظب بيبقى غير حكمها واجب النظب لكن لو كانت تام منفي كانت هتوبايه جائزة النظب لان هي جوز فيها النظب اقول بدلية لكن لو كانت الجملة ناقص منفي ساعتها كانت هتعرب على حسب موقعها في الجملة طيب السؤال اللي بعده لا ينكر تاريخ مصر إلا الحاقدون الحاقدون هتعرب اه تعالى شيل لا وإلا كده يمكن تاريخ مصر الحاقدون نفس الحكاية يبقى ده ناقص منفي يبقى ده فاعل طيب حضرت الندوات ما عادة ندوة عادة خلو عادة وحاشة إذا سبقت بماء احنا عارفين ان خلو عادة لما تسبق بماء ما بعدها مفعول به لانها تعتبر افعال إلا ما تسبق بماء فاللي بعدها اسم مجرور يا مفعول به فهنا طبعا طالما جاي استثناء ومسبوك بما يبقى ازا كلمة ندوة تعرب مفعول به وناخد بالنا لان كلمة عادة او ما عادة ديت لو جد بمعنى غير الاستثناء خلاص بقى ما ناشدعوا به يعني مش كل ما عادة هشوفها يبقى بعدها مفعول به لان انا ممكن اقول كده ما عادة اللاعب في الملعب بمعنى ما جرى اللاعب فاعل مرفوع لكن لازم تيجي عشان اقول ما عادة اللي بعدها مفعول به لازم تكون بمعنى الاستثناء ماشي فهنا حضرت الندوة ما عادة ندوة بستثني اوه ندوة واحدة اللي انا حضرتها يبقى ازا عادة سبقت بمعنى ما بعدها مفعول به طيب من الاسماء الممدودة قولي ارتقاء اخلاق الحسنة طبعا نحن عارفين الاسم الممدود اخر وهامزة يبقى كلمة ارتقاء من الاسماء المنقوصة كلمة طبعا من الاسماء المنقوصة كلمة السامية هنا لان هي اخرها هي اللازمة طبعا السماء ما دنفعش ولا اعلى ولا الحسنة يبقى السامية ده هو الاسم المنقوص اللي هو آخر وياء لازمة طيب مصنى كلمة بناء كنا لسه بنتكلم دلوقتي عن الاسم الممدود وهنا ان الاسم الممدود بيكون آخر يعني همزة قبلها آلف زائدة ممكن الهمزة دي تقلب واو او ممكن تبقى ايه تقلب يا معزرة او الهمزة دي ممكن تكون أصلية او منقلب عن أصلة او زائدة لليه للتأنيس فبعمل ايه بجيب الفعل في الماضي واشوف يعني انشاء اصلها انشاء الهمزة موجودة في الماضي يبقى ايذن ده اصلية طيب بناء او سماء بناء بنيا وسماء سموة في حرف انقلبت عنه لوو الواو او لا طيب لما قول صحراء صحراء يبقى الالف والهمزة زائدين للتأنيس طيب فحالة انه يكون الاسم زي بناء كده منقلب عن أصل في حرف محزوف قال لي في الحالة دي يجوز اتنين يجوز ان تبقى الهمزة كما هي ويجوز ان تقلب واو ماشي يبقى ايذن في الحالة دي الاولى والثالثة والاختيار الصحيح طيب نجي بعد كده للبلاغة يا بلادي وانت كرة عيني طبت نفسا على الزمان وعينا طبعا هنا يا بلادي لما نجي نشوف يا بلادي شبه بلاده ماشي او صور بلاده كأنها انسان يناديه فطالما المشبه موجود والمشبه بيه محزوف يبقى الاسجابة الصحيحة استعارة مكنية طيب عينة طبعا ده ما جاز مرسل علاكاته الجزئية كم يرفع العلم واشخاصا الى رتب ويخفض الجهل أسيادا بلا ادب طب بين شطري البيت مقابلة خلاص شطرين بينهم مقابلة شطر الاول عكس شطر التاني يخفض الجهل أسيادا بلا ادب دي كناية عن طبعا ضرر الجهل دي كناية عن صفة طيب ايا ارض الكنانة ايشت ذخرا وحياكي الاله فانت فخري ارض الكنانة دي فيها كناية عن ايه طبعاً أحنا عارفين أرض كناية مكسودة بها مصر يبكناه عن مصوف اللي هو مصر أي أرض طبعاً زي ما إحنا نسألين في بلادي أي أرض ده خياد نوع الاستعارة مكنية نشبه الأرض بإنسان يونادي قال المتنبي في وقية سيف الدولة بإحدى القبائل ومن في كافه منهم قناته كمان في كافه منهم خضابه طبعاً من في كاف منهم خضاب المكسود بقينا طبعاً الخضاب اللي هي الحناء طب من اللي يكون في كافه الخضاب المرأة يابدي فيها كناية عن المرأة طبعا الكف جزء من اليد يبعى عراكاته الجزئية. دايما يا شباب كده في موضوع المجاز المرسل حط دايما كده المجاز المرسل قدامي. قول فين المعنى الموجود في الجملة ومين المعنى المراد. فهنا الكف ده المعنى الموجود والمراد ليه؟ اليد. والكف جزء من اليد يبعى العراكة الجزئية. طيب تعالوا نقل للصعبي أهلا فإننا شباب ألفنا الصعب والمطلب الوعرة. طيب شباب ألفنا الصعب فيها كناية عن إيه؟ إحنا ألفنا الصعب يبعى معنا كأن إحنا ناس طبعا أهل إخدام أو ناس أهل شجاعة أو أهل كذا ماشي يعني هؤلاء الشباب الذين ألفوا الصعب صفتهم الإقدام صفتهم الشجاعة يبعى إذن فيها كناية عن صفة. طيب بعد كده حكمت المحكمة بالبراءة حدد المجاز المرسل وإذكر علاقته طبعا حكمت المحكمة المحكمة لا تحكم ولكن الذي يحكم هو مين اللي بيحكم؟ القاضي. فحكمت المحكمة بالبراءة فطبعا كلمة المحكمة هنا دلت على المحل اللي احنا وجينا نشوف نأسم نفس الكلام من اللي حكمت طبعا القاضي هو اللي حكم في المحكمة. المعنى المذكور هنا المحكمة والمعنى المراد القاضي. طيب والعلاقة اللي بتربط ما بين القاضي والمحكمة اه اه ان المحكمة هي محل عمل القاضي. فالعلاقة هنا علاقة محلية. طيب قال محمود حسن اسماعيل عن الشرق العربي كانت الدنيا ظلاما حولهم وهو يهدي بخطاه الحائرين. ارضه لم تعرف القيدة ولا خفضت الا لباريها الجبينة. طبعا الخيال في الجبينة. الجبين هو جزء من الواجه فده مجاز موصل علاقته الجزئية. طيب ولا خفضت الا لباريها الجبينة. طبعا ده فيها كناية عن صفة ليه صفة ليه العزة او الاعتزاز بالنفس. طيب بعدك ندخل يا شباب على اغراض الادب او الادب في العصر العباسي من الاغراض القديمة التي تتطورت. احنا عارفين ان في اغراض كتير تتطورت من الفخر ومن الاعتزار ومن الهجاء وغيره. فاي واحدة منهم صحيحة من اغراض القديمة التي تتطورت في شعر العصر العباسي. مثلا الهجاء او الاعتزار او الفخر. كان الخيال في العصر العباسي احنا عرفنا ان الحياة في العصر العباسي كانت على عكس ما قبلها الحياة كانت ما قبل ذلك كانت حياة بسيطة ماشي وكان الخيال الشعري مناسبا لها بسيطا لكن الخيال في العصر العباسي مع تعقد الحياة ماشي وترقيب الحياة وتشعب شؤونها اصبح الخيال ايضا معقدا او مركبا طيب من خصائص الرسالة الوصفية طبعا احنا ما تكلمنا عن الرسالة الوصفية وان الرسالة الوصفية لها عدد خصائص طبعا منها التأثر بالقرآن والتدخل مع الشعر واستخدام المحسنات البديعية والاعتماد على الاسلوب الخبري طيب بقول لي اصدهرت الحركة الدينية في العصر العباسي ووضح مزاهر ذلك طبعا احنا عرفنا الكلام ده ان الحركة الدينية اصدهرت في العصر العباسي وكان من اهم مزاهر ده ظهور المذاب الفكالة الاربعة زي مذب الامام ابو حنيفة والامام الشافعي والامام مالك والامام حمدد محمد ظهور كتب الصحاح في الحديث زي كتاب البخاري المسلم وكمان كان عندنا ظهور تفسير القرآن الكريم وبيان وجوه اعجاز القرآن الكريم كل ده دلالة على اصدهار الحركة الدينية في العصر العباسي طيب دلل على الاهتمام بالشعر والنثر في العصر العباسي طبعا الاهتمام بالشعر والنثر في العصر العباسي الدليل عليه هو اصدهار الشعر والنثر في العصر العباسي طيب السؤال اللي بعد كده علل ظهور وصف الكسور كغارة شعر جديد وصف الكسور كغارة شعر جديد ظهر في العصر العباسي نتيجة انتقال العباسيين إلى مقر الخلافة الجديد في بغداد وتأثرهم بالفارسيين هذا الأمر الذي جعلهم ينشؤون الكسور وبدأ يظهر لديهم وصف الكسور كغرض شعري جديد حدد سمات النثر في العصر العباسي طبعا سهولة الألفاظ كثرة المحسنات البديعية كثرة الأسريب الخبرية وعضوح المعاني والفكر وطبعا كسر الجمل والفكرات وكان طبعا أشهرهم الموجود معانا من أول عصر صدر الإسلام هو التأثر بالقرآن الكريم طيب علل ضعف الشعر والأدف في فترة حكم المملك والعثمانيين ده كان في درس تطور أو نهضة الشعر الحديث وقلنا أن الشعر والأدف في فترة حكم المملك والعثمانيين ضعفة بسبب اللغة التركية التي أصبحت سائدة في البلاد طيب ما دور محمود سامي البرودي في النوت بالشعر قلنا محمود سامي البرودي كان ليه منهج اسمه منهج الاحياء والبعث الذي اتبعه من أجل أن يحيي الشعر مرة أخرى أو أن يعيد الشعر إلى مكاناته بمعارضة كبار الشعراء الكدامين اذكر دوافع تلميذ البرودي لإكمال مسيراته قلنا ثلاث حاجات أول حاجة خوفهم أو حبهم لله واللغة العربية وطبعا إيمانهم بالتغيير والتطوير وكذلك أن تلميذ محمود سامي البرودي كانوا يريدون الحفاظ على التراث طيب طبعا التلميذ البرودي زي ما احنا كعارفين هم وقموا ما بين التراث وأحداث العصر في أنهم اعتمدوا في بدء بعض القصات بتاعتهم على الغزل وصف الأطلال وغيرها وكذلك بدأوا يتخذون بعض المنجزات العصرية في شعرهم ويتجهون بالشعر اتجاه حديثا محاكينة لمجتمعهم ده شباب كان مراجعة سريعة كده طبعا أتمنى تكونوا استفدتوا إن شاء الله بإذن الله أنتظر الأسئلة بتاعتكم بعد ما تسمعوا الفيديو إن شاء الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته